ومعانا سؤال من الأستاذ السيد أستاذ السيد أهلا وسهلا أهلا بساعدك تفضل يا فاند أولا جزاك الله خيرا عننا وعن المسلمين الجمعين يا رب حضرتك أنهلية ثلاث أسكلة طيب يلا السؤال الأول أعطوا لهم بسرعة وأنا أكتبهم ولا حضرتك وجوابهم مرة واحدة تفضل الحاجة السيد السؤال الأولاني هل تجوز الصدق الجارية بعد ما المية تتقفف سواء كان من ماله الخاص ولو ما كانش عنده مال هل يجوز من أولاده السؤال الثاني لما بقول أعرى الفتحة على روح فلان أو أماتنا أمات المسلمين هل يجوز ذلك ولا لازم تكون تصورة قرآنية السؤال الثالث في رجل متزوج هجر زوجته وتزوج من أخرى وعنده عقار فهو عايز يورس أولاده أو يكتب لهم نصبهم في حياة عينه لكن عايز يحرم الزوجة الأولانية من هذا الحق هل حلال ده التصالب ده حلال ولا حرام طيب أجاوب على الثلاثة السؤال السؤال الأولاني هل الصدق الجارية تنفع من غير فلوس الميت آه تنفع من غير فلوس الميت طيب يعني يعني أستاذ سيد تسمع أنا بقى تسمع الجواب أستاذ سيد هل الصدق الجارية تجوز من مال الميت ومن مال أبناء ابنه دوت من كسبه ابنه دوت من كسبه فإن شاء الله يكتب له سواب الصدق الجارية حتى لو كان أولاده هم اللي عاملوا الصدق الجارية من أموالهم هم لما بقول الفتحة على روح فلان يعني الفتحة وأنا بقى هب سوابها لروح فلان ده جائز آه جائز طب بيقول ولا لازم تبقى سورة من القرآن بالمناسبة الفتحة سورة من القرآن ده الفتحة سيدي بتاعدل القرآن بمعنى أنها تاعدل القرآن يعني القرآن كله مجموعة في الفاتحة ولذلك كانوا بيكرروا الفتحة سبع مرات ديت عشان ينظفوا النفوس السبعة للإنسان وعشان يطلعوا للسماوات السبعة فإذا الفتحة آه يجوز دوت لأن الفتحة من القرآن ويجوز هب سواب تلاوة القرآن للمتواف نعم يجوز اللي بعد كده واحدة هاجر زوجته والزوجة التانية اللي هو مش هاجرها عايز يكتب لأولادها كل ما يملك أول حاجة مفيش حاسمها ويحرم لو كان بيكون معنى أنه هو بيحرمه من رأس أولا ده هنا مفيش مراس ده هو بيتصرف في حال الحياة فنقول إيه لو هو عمل كده وأعطى لأولاده الفلوس دي عشان ما نربكش الدنيا واللغبط الدنيا وده ظالم هو لا شك إنه هو لو أصد إنه هو يفرق ما بين زوجته فده حرام التفرقة ما بين الزوجتين إنه هو في زوجة يفضلها عن زوجة فده هو حرام لأن ربنا سبحانه وتعالى أمرنا أن نعدل بين الزوجات فإذا كان ده أتنوع من أنواع مزيد من ظلم الزوجة الأولانية أو مزيد من ظلم الزوجة الأخرى فالظلم حرام بس خلي بالكم فيه فرق ما بين الظلم زوجة والعطاء والتصرف في حال الحياة الفعل ده أتنه هو يظلم زوجة فده حرام لكن التصرف ده يبقى حلال ويكاد يكون دي نفس واقعة سيدنا النعمان بن بشير أن حضرة النبي صلى الله عليه وسلم فيه زوجة عايزة تكيد درتها فيه زوجة لسيدنا بشير عايزة تكيد درتها التاني فقالت له قدي لابن النعمان فلوس قال لها حاضر عادي له قالت له مش بس كده ويتروح كمان تخلي النبي يشهد عليه فحضرة النبي لما شاف الوضع ده أن فيه واحدة بتكيد فيه واحدة فإيه اللي حاصل عشان الناس مش فاكرة فهمة أن الكلام عن الأولاد عن الأولاد لا ده المسألة إيه اللي جاب دخل الظلم والجور هنا إنه هو بيفضل زوجة على زوجة وبيوجع قلبي زوجة فهو مأمور بالعدل وربنا سبحانه وتعالى أمرنا بالعدل بين النساء إذا حصل التعدد فإيه اللي حاصل فببساطة خالص حضرت النبي قال له إني لا أشهد على جور اللي هو كده كده الست للست ده لا ده جور أشهد عليه غير وعشان كده حضرت النبي ما كانش ممكن يقول له إيه يقول له لو كان ده حرام ولكن ده جور ما يقول لهش أشهد عليه غيري هو إيه اللي أشهد عليه غيري إن العطية للأولاد والتصرف في حال الحياة جائز وحلال لكن لكن ظلم الستات حرام لو عندك امرأتين لازم تعدل بينهم وإنت عشان بتوجع ستة هو ده الظلم يبقى كده فهمنا يبقى التصرف في حال الحياة ده جائز تصرف الإنسان في ماله حال الحياة ده جائز لأن المال ما زال ماله ما انتقلش ليه ورسته بالخلافة يعني هم ما خلفوهوش في ماله لغاية دلوقتي ده هو لسه حي لكن ان تضرير الزوجات ووجع قلب الزوجات ده ده حرام إن واحد يظلم زوجة على حساب زوجة تاني ده حتى لما تنزل ستينة مسلمة عن قسمها برضاها لازم يكون برضاها إنما توجع قلبها ده حرام لعل يكون جوابت على أسئلتك الثلاثة يا سيد سيد ترجمة نانسي قنقر